طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بإخلاء مناطق مختلفة من مدينة خان يونس وقامت قوات الاحتلال في الوقت ذاته بتطويق المدينة مما منع سكانها من الفرار واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين العزل هي الليلة العاشرة بعد المئة من العدوان عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستمرارا لمساعيه الإجرامية أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في مناطق مختلفة في خان يونس وعلى الرغم من هذه الأوامر مارست قوات الاحتلال اعتداءها الوحشية المعتادة على القطاع المنكوب بمدفعيتها الثقيلة مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين وتوسيع حجم الضمار في البنايات والمنازل والبنية التحتية غرب القطاع وفي خان يونس التي لاقت النصيب الأكبر من الاعتداء الهمجي قصفت مدفعية الاحتلال استراحات تؤوي نازحين غرب منطقة المواصي جنوب القطاع مما أدى لاستشهاد عدد غير معلوم من المدنيين كما أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مباشر على مباني في مستشفى ناصر وانتبت حالة من الهلع الشديد النازحين في محيط المستشفى بسبب القصف المتواصل فيما تعرضت حياة المرضى والتواقم والنازحين للخطر بسبب عشرات الشضايا التي تطايرت في محيطه على الرغم من مناشدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين فيليب لازاريني للعالم بوقف الحرب في غزة بعد أن استشهد نازحون جراء استهداف أحد الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة في خان يونس مركز الهجوم البري الإسرائيلي وفي رفح الفلسطينية لم تكتفي قوات الاحتلال بمفسعيتها بل نشرت قناصتها في كل مكان وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها صوب مركبة مدنية فاستشهد عدة مواطنين هذا وما زال العالم المتمدين الذي يسير نحو الهاوية جراء ظلم البين الذي يتعرض له الأبرياء ما زال يدير ظهره لعمليات الإبادة الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الله أكبر